ازايكم يا جماعة واهلا بيكم في فيديو جديد في فيديو النهاردة هنعرف ابرز الحاجات اللي قبل اعلنت عنها في المؤتمر بتاع النهاردة بتاع يوم 15 سبتمبر يلا بينا قبل ما نبدأ الفيديو حافظ بس افكركم ان احنا هنا في القناة بنتكلم عن التكنولوجيا بشكل عام واجهزة قبل بشكل خاص فلو انت مهتم بالنوع ده من المحتوى ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصل لك جديد الفيديوهات اول حاجة قبل اعلنت عنها هي الابل ووتش سيريس 6 والابل ووتش سيريس 6 بتيجي بنفس تصميم السيريس 5 تقريبا ولكن بتيجي بألوان جديدة زي النيفي برو والبرادك تريد كمان الساعة اضاف ليها خاصية جديدة وهي انها بتقدر تقيس نسبة الاكسجين في الدم واللي اصبحت مهمة جدا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كمان الساعة بتيجي بمعالج اسرع بنسبة 20% من معالج السيريس 5 وكمان البرائتنس في الالوز اوندس بلاي بقى اعلى مرتين ونص من السيريس 5 كمان قبل اعلنت عن مجموعة جديدة من الواتش فيسز اللي هتنزل للساعة بالاضافة لمجموعة جديدة من البندس المخصصة للساعة واللي تناسب كل الازواء كمان قبل اعلنت عن ساعة جديدة رخيصة وهي الابل ووتش اس اي والساعة دي بتستخدم نفس الليتشيب الموجودة في الابل ووتش سيريس 5 ونفس التصميم ولكن ما فيهاش سنسور قياس نسبة الأكسجين في الدم كمان قبل قدمت خدمة جديدة للأبل واتش وهي اسمها أبل فيتنس بلس ودي خدمة للناس الرياضيين بتقدم لهم مجموعة من التمارين والتمارين دي تقدر تشغال على الآيفون أو الآيباد أو الآبل تيفي والساعة هتحسب لك انت حرقت الديئة من الكالوريز وغيرها الأبل واتش اس اي هتبدأ بسعر 270 دولار أما الأبل واتش سيريز 6 هتبدأ بسعر 400 دولار تاني حاجة قبل أعلنت عنها هي الآيباد الجيل الثامن والآيباد الجيل الثامن بيجي بنفس تصميم الجيل السابع ولكنه بيجي بمعالج جديد وهو الـ A12 بايونيك شب الممتاز جدا والـ A12 ده هو نفس المعالج الموجود في الآيفون XS والآيفون XS Max والآيفون XR كمان الآيباد ده بيدعم الآبل بنسل الجيل الأول والكيبورد الجيل الأول برضه ولكن المفاجأة انه بيدعم الـ USB-C أما عن الآيباد Air 4 فهو اللي بيجي بتحديثات كتيرة جدا الآيباد Air 4 بيجي بتحديثات كتيرة جدا أولها انه تصميمه اتغيره وبقى بيجي بنفس تصميم الآيباد برو الـ 11 إنش وبيدعم الآبل بنسل الجيل الثاني وكمان بيدعم الكيبورد الجيل الثاني والماجيك كيبورد الجديدة بتاعة أبل كمان الآيباد Air 4 بيجي بخمس ألوان مختلفة ودي لأول مرة الآيباد يجي بعدد الألوان دي والآيباد Air 4 بيدعم لأول مرة الـ USB-C بدل من اللايتينج بورد كمان بيجي بشاشة الآيباد برو وهي اللي كود ريتنا ديسبلي ولكن بيجي بـ 60 هرتز بس بدل من 120 هرتز زي الآيباد برو كمان بيجي بتاتش ID مدمج في زرار البار لأول مرة من قبل وما بيجيش بالفيس ID زي الآيباد برو كمان الآيباد Air 4 هيجي بمعالج قبل الجديد كليا وهو الـ A14 Bionic Ship واللي بيجي بمعالج 5 نانومتر بس لأول مرة في العالم والمعالج ده أسرع من الـ A12 اللي هو ممتاز جدا بنسبة 40% كاملين وده في الـ CPU وأسرع بنسبة 30% في الـ GPU كمان الحاجة اللي مكنتش متوقعة من قبل أن الآيباد Air 4 بيجي بـ Stereo Speaker كمان بيجي بالشاحن السريع الجديد بتاعه أبل واللي هو العشرين واط الآيباد Air 4 هيبدأ بسعر 600 دولار قبل قدمت خدمة اسمها قبل One وهي بتجمع لك كل خدمات قبل باشتراك واحد بس وهي الـ Apple Music والـ Apple TV Plus والـ Apple Arcade والـ iCloud وـ Apple News Plus وـ Apple Fitness Plus آخر حاجة قبل أعلانت عنها أن السوفت ويرز الجديدة بتاعتها كلها بما فيها الـ iOS 14 هتكون متوفرة بدءا من بقرة اللي هو 16 ستمبر لكل المستخدمين بس كده يا جماعة لحد هنا بيكون الفيديو بتاعنا انتهى يارب يكون عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو كمان ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلوكم جديد الفيديوهات سلام